السلام عليكم الاخوات سحية لكم ومرحبا بكم في الحلقة دي اللي يوملي من خلالها قد نضرو على الموضوع اللي هو الحديث دي الساعة من طبيعة حال القرارات دي الجامعة والإيقالة دي المدرب عصام الشرعي على بعد أشهر قليلة من البداية دي الأولمبياد اللي يتكون في باريس بالضبط بشهر سبعة وكذلك التعيين دياله في المكان دياله بالمدرب طارق سكي تيوي وكذلك نضرو على المحور الثاني اللي كيتعلق بالإيقالة دي المساعد دي الوليد الرقراقي غريب أمزين والتعيين في المكان دياله عبدالله بو حزمة كمساعد الوليد الرقراقي هذو المواضيع والمحورين اللي عندنا اليوم قد نضرو عليهم بالتفاصيل كاملة ونقشو القرارات دي الجامعة واشف صالح المنتخبات الوطنية ولا ما شيف صالح المنتخبات الوطنية أول موضوع نبدو به هو الإيقالة دي المدرب دي المنتخب الأولمبي عصام الشرعي خلينا ندير واحد إجماع باش ميكونش عندنا واحد تناقد ما بيه الكلام دياله اللي كان قبله ما بيه الكلام اللي غدي يكون في هذه الحلقة هذي صحيح عصام الشرعي عنده لاعبين بإمكانيات اللي كبيرة بمساوي اللي كبير وكأس أم أفراقي اللي كانت منظمة في المغرب طريقة كيفاش تربح لدك اللاقب إلى آخره فكنا نقوله بأنه طريقة كيفاش كنك يلعب عصام الشرعي على الرغم من توفر بالزب دي العناصر عنده ما كانش طريقة اللي مقنعة ولكن في الآخر المدريب كان اخضى واحد اللاقب واحد الكاس وحافظ عليه وخلاه أنه يبقى في المغرب وكذلك حجز مقعد للمنتخب الأولمبي في الأولمبياد دي الباريس إذا الأمور حسن لهنا كانت مزيانة والجامعة من بعد مسألة ذلك كأس أمم أفراقية خلات المدريب وصبرات عليه وبدأ كيوجد الفرقة دياله الأولمبياد ولكن الغريب هو أنه الوقت اللي كان الشارع المغربي وكل شي كان كدر ما بين مؤيد وما بين معارض لراحل أو البقاء ذي العصام الشرعي الجامعة تبتلت المدريب وخلاته حتى اللي أن الأمور كانت مزيانة على أساس أنهم داروا دراسة وبنوع لها فكرة ربما الجمهور المغربي منه محدد حناية كان عندنا وحد الاندفاع وكان نقوله بأنه عصام الشرعي من خلال ذلك المستوى اللي قدم المنتخب خاصة في المباراة النهائي وكذلك في المباراة النصف النهائي رغم من توفر بزادي اللعابة كنا كنقوله ربما من الجانب العاطفي ديالنبي أنه عصام الشرعي ما صالح للمنتخب الأولمبي في الأولمبياد خاصة غادي اللعبوه مع منافسين اللي كبار فشخصيا كانت عندي فكرة على أنه من الأفضل إلا بغينا نقدم مساوى كبير في الأولمبياد عصام الشرعي يكون في طاقم دي المنتخب المغربي للأولمبي ولكن يكون مدرب اللي هو رئيسي يكون عنده تجربة كبيرة بشي المنتخب الأولمبي في الأولمبياد يدير واحد الأولمبياد اللي يكون تاريخيا بحكم أنه جميع مشاركات ديالنا في الأولمبياد اللي كانت قبل ما كانش مشاركات اللي مزيانة إذا طموح حسن لنا طموح اللي كبير مدرب أهلك بغينا المدرب اللي يكون قد القيمة ديالجمهور المغربو قد القيمة ديالجمهور اللعبة خاصة اللي كانت توفروا اليوم حسن لنا مزيانة لكن الجامعة شنو دارت الجامعة رجعت لور وخلت المدرب قلنا ربما بأنهم فكروا وشافوا بأنه هو الأصلح ولكن من اللي كانت بقى بضع أشهر اللي هو قاد تقريبا ربع أشهر ويبدأ الأولمبياد يعني ما بقاش بزاف المدرب أنه يوجد عاد حيضوا عصام الشرعي وشكل يتعين في المكان دياله مدرب اللي ما عندوش تجربة خاصة على المساودي المنتخبات فطارق سكيتي ومن احترام الكامل المدرب تجربة دي المدرب طارق سكيتي وفي البطولة المغربية تجربة من اللي متواضعة كذلك من اللي مشى الدور الإماراتي تجربة اللي متواضعة وأغلب المباراة دياله كان أخسر فيهم فبكل صدق كنا كان قلو بأنه عصام الشرعي إذا كان يتحيد من الأفضل يجي مدرب في المكان دياله يكون مساودي الكبير يكون مدرب اللي عنده تجربة أولا اللي عرف يصير دو كل اللعاب اللي كي للعاب اللي في المساوى العالي عاد غدي تزيد عليهم ثلاثة ديال اللاعبين من المنتخب الأول فهنا خسنا مدرب اللي عنده تجربة اللي عرف يجاري حتى اللي هنواش سكيتي وغدي ينجح ولا لا بكل صدق ما يمكنش لنا نحكمه من دهبا على طارق سكيتيوي المتمنيات ديالنا صادقا على أنه ينجح ولكن صحيب نحكمه ممكن أنه ينجح ويدير داك تديك ليك اللي دا الواليد الرقراغي قبل ما نمون ديالقاطر ربما الجامعة بنات عليه وبغا تتعود كرة ربما تقدر تصدق وتقدر ما تصدقش وشنو اللي ضامل لنا في حالتي لما صدقاتش كيفاش عو تانين تعصبو عو تانين تقلقو ما سوق حتى شي واحد ونخليه مدرب آخر ياخد تجربة على حساب المنتخب الأولى فكلمة الأفضل على أنه تعطى المنتخب المدرب اللي عنده تجربة عارف هاد المنافسات الكبار وغادي يدخل دا بطارق سكيتيوي على تداوره مغلاقة لأول مرة في الكاريير دياله كمدرب وانت بدأ تساين كيفاش غادي يكون المستودي لطارق سكيتيوي مع المنتخب الأولى كي اللي يقول لك اللا ربما تقدر تصدقه بحال والد رقراغي مع المنتخب المغريبي في قطر الفين واثنين 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 في كأس العالم ولكن الرقراغي كان جاء واحد البالما ريس بغينا ولا كرانات دا دوري الأبطال مع الوداد نفس على البوطولة إلى آخرين كي لتجربة يعني كان واحد شي حاجة اللي عنيها بنيتي عادتها من بعد هالفشل دي الكأس أمم أفراقي الأخيرة ولكن قبل من كأس العالم اللي كان في قطر عندك شي حاجة بنيتي عليها وكان يجمع فدبا طارق سكيتيوي اللجنة اللي عينات ويكون المدرب دي الأولمبي عليش بناو؟ شناو المعيار؟ حيضنا عصام الشريعي لاش؟ حيضنا وش قانعة بأنه مصالح شلينا في الأولمبياد؟ وليش عطلنا ناحس اللاب كان في الوقت اللي سألك أس أمم أفراقي وأهلنا ودى الكأس برافو ليك إلى آخرين نعينو المدرب أنه يكون مساعد أو أنه فصطاف وطاقا ولا تحيدو كيف مدرسي لابا ولكن ديك الوقت تحيدو باش تخلي المدرب ليجي في بلاسه وقت فين يخدم مع الآسف كتعطلو وده بغادي نشوفوه وده نخليوها قمع رائعة يا إما تصدق يا إما ما تصدقش إلا أصدقات هذا الشي اللي بغينا كاملين ويلكلم مصدقات تصرا مشكلة شنو الضمانات اللي عندنا عاو تاني يخرج لنا طارق سكيتي ويقول لك أنا كنت حمل المسؤولية وباش غدا تفيدنا نشوفو البالغ دي الجامعة اللي في آخر الأسطور يلو كيقول لك بأنه يأتي هذا التغيير في إطار النهج الجديد للجنة للجنة المنتخبات الوطنية والمتمثل في التنسيق والتواصل بين الأطور التقنية لكافة المنتخبات الوطنية إذن هنا كين واحد واحد التلميحة بأنه كين مشكلة للتواصل ما بين المدرب دي المنتخب الأولابي وما بين المدرب دي المنتخب الأول اللي هو والد رقراجي ونفس الخبر تداوله بزاف دي المنابر في المغرب على أنه بسبب والد رقراجي تمت الإقالة دي العصام الشرعي وهنا ربما دخلنا واحد السيراعات اللي في هاش شخص أنا ما فيهاش المصلحة دي الفريق الوطني فيها أمور أخرى بعيدة كل البعدة للكورة وهذا هو الواقع وباش نوضح لأمور المشاهد الكريم السبب فهو واضح والد رقراجي كيوجد فرقا فيها لاعبين دي المنتخب الأولمبي كي قادة فيها لاعبين بزاف سميات اللي ممكن أنه ميلعبوا مع الأولمبي والمنتخب الأولمبي كيوجد عصام الشرعي كان كيوجد حتى هو لائحة اللي غادي لعب بها في المباراة دي العصام الشرعي ده فالتوقف الدولي اللي بيوجد فرقا اللي تبشي الأولمبياد فحنا معامل غادي نمشي واش نمشي دابة مع والد رقراجي اللي كيوجد فرقا دي المنتخب الأول ولمشي مع عصام الشرعي حنا خسنا نمشيه مع المشروع اللي هو أهم اللي هو قريب المشروع الأهم اللي قريب شنا هو؟ وهو المنتخب الأول عنده مباراة تودية في مارس وفي شهر 6 عندنا مباراة دي التصفيية دي الكأس العالم كان الوفرة دي اللاعبين للمنتخب الأول زائد لاعبين دي المنتخب الأول الأولمبي من اللي كيمشيو المنتخب الأول مع والد رقراجي لأغلب منه ما كيلعبوش بسيتنا بعض الأسماء لاعب واحد ولا جوج لعاب اللي كيلعبوه إما الأغلبية ما كيلعبوش وما كيدخلوش حتى بودالا الأغلبية كيلسو كيترينيو كيديرو تربوس من اللي كيبضل ماش كيلبسو تونية دي لهم كيبقوا قلسة في مقاعد بودالا إذا انت كفارق أول وكمدرب دي الفارق الأول مستفتيش منه زائد غادي تحرم هاد اللاعبين من المنتخب الأولمبي قبل من كأس أمم أفراقية كنا ما كان نظروش الله هاد الموضوع عادة لاش بحكم أن الأمور واضحة كان عندنا المشروع اللي هو كأس أمم أفراقية خصنا كل شي يضحي ويتقاتل حتى ذاك المدرب دي المنتخب الأولمبي يضحي ويصبور ويتقاتل ويخلي اللاعب يمشي بالمنتخب الأول في سبيل أنه نقوي ونديره تعزيز للفارقة ولكن من بعد مسألة كأس أمم أفراقية أقرب أقرب مشروع وأقرب منافسة اللي كتمتل المغرب بشكله وكبير وهي الأولمبيات ورادة بخصنا جميع الإمكانيات نوفرهم المدرب دي المنتخب الأولمبي ورادة بخصوالي دراج راقي فهذا مارس هاد اللي عدنا جمعة تتوديين فقط ضد موريطانيا وكذلك ضد أنجولا ونعطيه العصر مش سرعي والمدرب دي المنتخب الأولمبي اللاعبه كامل اللي بغا زائد ممكن نعطيه حتى اللاعبه الكبار اللي في السن ديالهم الغير قانوني دي الأقل من 23 سنة اللي مصرح ليوم يلعبوا الأولمبياد للقانون كيقول لك ممكن تاخد كثر تاخد ثلاثة ديال لعابة على الأكثر للاج ديالهم كبار من 23 سنة نخليه المدرب ياخدهم فذل أنه عندنا فقط مبارية ودية ويوجدوا الفرقة اللي تكون صحيحة في الأولمبياد ما ناخدوش بإستهتار الأولمبياد بأنوان بشوان قصروا ونرجعوا كنا كان ديروا في الأولمبياد الأولمبياد اللي كانوا قبل ما كناش كان مشو عندنا واحد يشتغال قبل من الأولمبياد كان مشو تاكي يبقى شهر أولمبياد عذي كان بدون جري ونبيضروب حال إذاك اللي عنده عرس الغدلي عذيك يقلب على الباش وهذا هو تتخرب خاصة الخدمة تكونوا من قبل وإحنا كنا كن نقولوا بأنه كان عذرا قبل اللي هو الكان ولكن دابا نخليه المدرب على أنه ياخد لعابة اللي صالح اللي للفرقة واللائح نعرفه غالبا 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 تكون فيها فقط 18 لاعب فيها لعابة اللي ثلاثة اللي هم كبار فهذا الموضوع بالضبط هو السبب دي الخلاف ما بي المدرب دي المنتخب الأول والمدرب دي المنتخب الأولمبي ومن حقه فهذا الجانب هذا إذا كان هذا هو السبب دي الإيقالة فبكل صدق حرام عليكم حرام عليكم حيض ضلمتوا لو كنتوا بنيتوا على هذا المعطاء هذا حرام عليكم ضلمتوا وغالباً بنيتوا عليه حيث كان أدلة ومعطايات اللي هنشيروا الفقط لبعض منهم وهو إلا كان عنده علاقة بالمساوة دي المدرب دي المنتخب الأولمبي فكانت الإقالة جي مباشرة من بعد النهاية دي الكأس أمم أفريقية لأقل من 23 سنة اللي كان في المغرب إما من اللي الإقالة حتى لدابا والتعيين دياله بمدرب ما عندهش تجربة لوطارق سكي تيوي خاصة مع المنتخبات وفي تظاهرات مغلقة بحال هادي فكبين بأنه وقع خلاف حيثتوا عصا مشترعي وجبتوا مدري باللي قريب لينا واحداكم باش تحتاجوا المنتخب الأولمبي ونها ضربت باللغة دي الكورة قدرتوا بريكو الوصفاء دي بانيتو باش متخليوا شاديك الفرقات بشي بلا مدري وإحنا ما كان سينوش منكم أنكم تبريكو لي ودي باني وإحنا بغينا فرقة اللي من اللي يبدا الأولمبياد نكون وكنسينوها ونشعلو تلفازة ونقلسو تحنا كنتفرجو ونتفرجو مرتاحين وفرحانين نفرحو وشكينا إمكانيات بشرية خاصة باش نفرحو كاينة العاب اللي تبارك الله المستوى دي لهم كبير شنو خاص خاص مدري باللي عندو كفاءة والمدري باللي عندو كفاءة احنا عارفين بانو ما كانش عندكم الوقت باش تلقوا مدريب اللي عندو كفاءة حيث هذا الايقال دي العصام شطرعي اخر جاتا ما بين عشية وضحها وهذا هو القرارات الارتجالية اللي مخوضة عن طريق شخصنا ومشي عن طريق المشروع اللي كيهم الكورة الوطنية وانساينوا الأولمبياد بيكون لسدقوا متمنيتين على انو نديروا الأولمبياد اللي مزيان إلا درناها ممزيانش فاحشوه معلكم هذي يكون انا داك لكل حادثين حادث فانتمنوع لانو تكون أمور اللي مزيان وما فينا اللي تفقص المحوار الثاني الايقالة دي الغريب امزين وتعيين المساعد للواليد رقراجي عبدالله ابو حزمة عليش مبني بيكون لسدق الأمور غير واضحة ولكن كانت تحليلو اجدهاد فا كاينة تلميحات بأنه غريب امزين ااااااااااااااااااااا يمكن يمكن ما عاشبوش بعض الخيارات دي الواليد رقراجي قبل مالكان وحتى فالكان وحيت بيكون لسدقى باش انك مدرب مساعد غير في قاس العالم قاطع الفين واثنوان واثنين 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 كان مزيان وفي الكان الملقاء الصالح وتحييض من امور الكان شوية منفوماش واش هو صاحب القرار الاول في الفرقة لا وحتى التعويض دياله واش بواحد مساعد اللي عنده قيمة كبيرة وتجربة كبيرة اللي اعطى اضافة غريب امزين كتجربة دياله وخي الله بادي افضل من تجربة دي المساعد جديد اللي هو عبدالله ابو حزمة اللي خدم مع الفئات السنية دي البضع فرق في الدور الفرنسي وكذلك كالمسؤولة الاكاديمية الجهوية دي الجهة دي البني من لال في التكوين واش كينا تجربة ككوتش كتقنيك واحد اللي اعطينا اضافة في البلونجو كواحد اعطينا اضافة في التواصل السبعي دالك مزيان في التكوين عنده تجربة في التكوين كنت تعين في المنتخب ديالفئة السنية القالية هذي واتفهمها ولكن المنتخب الاول وتحييد واحد اللي كان معاك في المونديل ديالقاطر اشنا هو السبب ما عرفناش واش هو غريب امزين الراسه بغي يبعد ولواليد راقي ما عجبوش الاشتغال والخدمة ديالغريب امزين فهذا الاقالة ديالغريب امزين جاتني بكل سرق بكل سرق حلا عندنا عندنا الخالة الفوحد الجيهة وبشينا كن ندير الصباة وكن نغطيه باش من نبينوش الخالة اللي عندنا وانتمنى على انه يكون الخالة الواضح وباين ونخدمو عليه ونشتغل عليه حيتي لبقى هناك نديرو هاد الكبش في داق وادرناه ما مصورناه والو طبيب دي المنتخب فوحد الوقت رضيناه هو السبب اللي كان هو عبد الرزاق يفتي من بعد عرفنا بانه مشي هو السبب الناس كانوا الناس اخضوا هذا الطرح هذا بانه هو السبب تمت الاستبعاد دياله الى اخره جا في واحد الوقت كذلك مصطفح الجي تاوت حياد وناضات هادرام سبحان الله دائما المسؤول على النجاح او على الفشل كان خليه وكان مشيه والامور اللي هي مشيه خاصة في الفشل فالنجاح كان طبله بالاسم دي لذلك المسؤول على النجاح ولكن في الفشل كان خليه ولمسؤول وكان مشيه الامور اللي هي مشيه كانت منه كانت منه تفرجتها وضيحات بشكل ان الايقالة دي الغريب عمزين باش نكون باش يكون عندنا الوضوح ونعرف الامور ديالنا شنواقع فيها حيث امور بحالها دي اللي في المحور الاول للايقالة دي العصام الشرعي والتعويض دياله خاصة انا مع الايقالة ولكن ماشي في هذا الوقت وحسي لك انت في هذا الوقت تكون مدرب اللي عنده كافة او جريبة كبيرة طالق سكيتيوي مال احترام طالق سكيتيوي مره بحال عصام الشرعي ما كيش تجريبة بمعنى انك تعطيه واحد تجريبة اللي اول مرة يدخل عليها يتعلم فيها وانا ما بغيتش صارحة من اللي تسالي الالامبياض يقول لي نارا تعلمنا او كسبنا جيل كيف ما قال لنا السيوار اليدرقراجي انتبلناو التوفيق وانتبلناو القرارات اللي كنشوفها حسب رأي ارتجالية بشكون السبب في الفشل ديالنا وشكون السبب في النجاحات ديالنا الاخوان تلاقوا من شاء الله في حلقة اللي جاية ما تنسونش من الدعم ديالكم والتحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة